مجلس الأعمال الاقتصادي والاقتماعي ما لم يسمع من قبل في قمة من سابقة لماذا هذه المرة؟ طبعاً ده شيء طبيعي يعني لما نيجي نبص الوضع العربي في خلال الكذا السنة اللي فاته مرة بتقلبات شديدة بتقلبات اقتصادية نتيجة اختلاف نزول سعر البترول نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وتقلبات اجتماعية نتيجة ثورات الربيع العربي اللي حصل فشيء طبيعي انه هيكون الاهتمام بالنحية الاقتصادية والنحية الاجتماعية على المدى القصير والمتوسط الرؤية المصرية التي قدمت اليوم في هذا الاجتماع حول بعض التفاصيل الاقتصادية تم التعرض كما ذكرت حضرتك لبعض التدعيات السلبية لظروف اقليمية مرت على مردود الوضع الاقتصادي العربي أبرز ما تضمنته الرؤية المصرية والورقة المصرية هذا اليوم النهاردة طبعاً الاجتماع على المستوى الوزاري قبله بيسبقوا اجتماع على مستوى الخبراء بحيث بنشوف المواضيع والتوصيات اللي حصلت من القمة الاخيرة وايه القرارات اللي حتتاخد في هذه القمة اتكلمنا النهاردة على السوق العربي المشترك اتكلمنا على الالتحاد الجمهورجي الموحد اتكلمنا على اللاجئين ايه المساعدات اللي حتكون مطلوبة اتكلمنا على حماية الثاروة المائية اتكلمنا على النباتات الورثية ازاي نقدر ننميها ازاي نقدر نشير او نتقاسم الميزات في اكتر من عشر قرارات تم التوافق عليها اتكلمنا على الارهاب بعد مؤتمر السيدة الرئيسة عن مفتاح السيسي دا عليه نشارم الشيخ ونجحنا بالحفاظ على مكان القيادة لمصر لمدة سنتين نعم سيدة الوزير الحديث عن بعض المخرجات او بعض اليات العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي حديث قديم للغاية لدرجة ان سماعه الان صار يعطي احساس ما بالفتور بصراحة الاتحاد الجمهوركي والسوق العربية المشتركة وربما اقدم من ذلك العملة العربية الموحدة وما الى ذلك هل هناك حديث اكثر واقعية عن بعض هذه المخرجات حتى ولو كانت تشكل حدا ادنى من كل هذه المخرجات بص هو بيبقى قدامك حجم الاثنين يا نقف ما نكملش يا نبدل نحاول لازم نبدل نحاول هل فيه تقدم بيحصل فيه تقدم بيحصل هل بنفس السرعة اللي احنا نتمناها لا مش بنفس السرعة تقدم على مستوى اتفاية التجارة العربية الحرة فيه بعض الجزء الاكبر من الدول بتحترمها فيه بعض الدول لا تحترمها بالشكل الكافي وده جزء كان من المناقشات اللي بتحصل فالنمر واحد بيبقى عندك زي اتفاية تجارة حرة محترمة من كل الدول دي بتاخدنا للخطوة اللي بعدين وده نفس الاتجاه يمكن الاتحاد الاوروبي بدأ بيه بشكل أو باخر فقامش بنفس السرعة فيه تقدم باستقدم بطيء لكن التقدم اليوم تحدث في الأمين العام للجمع العربية ووزير التجارة والصناعة والتمويل الأردني عن أن حجم التجارة البينية العربية 8 إلى 10% قياساً بحجم التجارة العربية العالمية يعني هذا المردود يبدو ضئيل للغاية أكيد طبعاً ضئيل والاستثمارات حتى العربية البينية اللي ما بينها ضئيل ده اللي احنا بنحاول نصرعه لكن الموضوع مش هيبقى على المدى قصير جداً الأردن مهتمة في هذه القمة وقبلها بأزمة اللاجئين وأزمة النزوح العربي باعتبارها واحدة من الدول المضارة والمعطيات الاقتصادية أصلاً لدول العربية عديدة لا تبدو في أفضل حالتها في هذه الأعوام يضاف إليها عب آخر وهو عب اللاجئين والرغبة في تلقي إسناد مالي كيف تبدو الرؤية المصرية في هذا الإطار ومالذي تطرقتم إليه في هذا الإطار؟ هي مش الأردن بس احنا بتتكلم على الأردن بتتكلم على الناب بتتكلم على مصر مصر يعني مصري مثلاً احنا عندنا أكثر من خمس مليون لاجئ احنا أكبر دولة عندنا لاجئين من جنسيات مختلفة الفرق الوحيد ما بين مصر وما بين بعض الدول الأخرى ان احنا ما عندناش معسكرات لإقامة اللاجئين اللاجئين اللي موجودين في مصر عايشين ما بين أهليهم وإخواتهم المصريين بيشتغلوا بيعملوا صناعة بيعملوا تجارة عايشين زي أي فرد مصري ولكن طبعاً ده أكيد لقع باء على الاقتصاد المصري لأنه احنا بتتكلم على رقم كبير بتتكلم على خمس مليون النفس الكلام طبعاً موجود على حجم البلد بالنسبة للأردن وبالنسبة للبنان مصر لها تصور مختلف في طريقة التعامل مع اللاجئين كما ذكرت حضرتك الرئيس عبدالفتاح السيسي قبلاً قال لدينا قرابة الخمسة مليون لاجئ أو يزيد لكن لا مخيمات لجوء لا معسكرات لجوء وبالتالي إذا كانت مصر لها هذه الألية المختلفة في التعامل ما هي الألية المصرية لمحاولة ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصادات التي تنوق بعبء اللاجئين هو القرار بتاع النهضة أنه زي نقدر ننمي الصناعة والتجارة زي نقدر نخلق فرص عمل لهؤلاء اللاجئين بدل من المساعدة العينية للبلد المساعدة العينية هي مدى قصير الهدف الأكبر أن احنا تخلق فرص عمل إلى أن يستقر الوضع في بلد المنشأ اللي جي منها هذا اللاجئ يوم يبتدي يرجع مكانه بس خلق فرصة العمل دي حتستمر في هذا البلد فده الاتجاه اللي احنا كلمنا فيه من ناحية بخصوص ملف اللاجئين سيدة الوزير بالعودة إلى الإحصاء المرتبط بأن حجم التجارة البينية ومصر واحدة من الدول العربية التي تعنى بهذا الشأن 8 إلى 10% المسألة مرتبطة بأن المنتج الذي يقدم عربيا ليس مغريا بما يكفي ولا مرتبطة بإزالة بعض العقبات والعراقيل وكان هذا مطلب من بين ما تمت المطالبة به العوائق ممكن تكون جزء وأعتقد أنه ما فيش الخطوة اللي بعض الدول المفروض تخدها عشان تدور على المنتج زي ما أنت احنا في مصر مثلا مدين أفضلية للمنتج المحلي فنحاول نشجع الفرص أن احنا نأخذ من المنتج المحلي بدل ما نشتري من برا مدين حوافز لها فيمكن اللي احنا محتاجينه كدول عربية أن الناس تأخذ الخطوة الزيادة في أن ندور على هذا المنتج ودي له أفضلية من الدول العربية بدل ما نأخذه من الدول الأخرى مصر مصدرة ومستوردة في علاقتها بالدول العربية هل هناك عقبات أو عراقيل ما تعترض طريقها في هذا المجال أو في ذاك؟ كيف تتعامل الدول العربية مع بعض المنتجات المصرية أو مع التجارة المصرية بشكل عام؟ هل هناك عراقيل؟ أه طبعاً هناك عراقيل وديه حاجة من الحاجات التي نتكلم فيها من أي جانب؟ من جانب بعض الدول يعني نحنا مثلا عندنا بعض العراقيل مع السودان السودان بتخط عراقيل فيه لبعض المنتجات المصرية وقتياً؟ أفندي في السودان أم لا تتقسم بالدول؟ أكثر من سنة وفي بعض العراقيل موجودة بقالة ثلاث سنين فديه من الحاجات التي نتكلم فيها في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع مصر لكن فيه دول تانية طبعاً في شعيد عراقيل من الكانبين مستقبل التجارة العربية العربية مبشر ولا في ضوء المعطيات الآنية لا ينتظر منه الكافية؟ بصراحة أعتقد أنه سيبقى إيجابي أكثر منه سلبي من وجهة نظر حتى لها جزء التكلفة الإقتصادية وتكلفة النقل والشحب ولو زاد الاستثمار التبادلي العربي مع كل الدول سيكون حافظ أكثر لزيادة التبادل التجاري نحن مثلاً من أرقامنا الدول العربية هي تاني أكبر شريك تجاري بعد الاتحاد الأوروبي والأرقام في نمو فده مؤشر إيجابي من ناحيتها سيد الوزير أنا لا يمكن أن أكون في ضيافة حضرتك ولا أسأل عن واقع الاقتصاد المصري هل بدأنا خطوات التعافي ولا ليس بعد؟ لا أعتقد طبعاً بدأنا خطوات التعافي فالكبير لنهبداً ما نيجي نبص على صناعة إلى حد كبير لا يوجد مشكلة الحصول على العملة الصعبة أنه يبدأ يستورد مسلزمات إنتاجه قدنا نخفض عجز الميزان التجاري في سنة واحدة بحوالي 18% 9 مليار دولار 7 مليار دولار تخفيض في الوردات اللي الصناعة غطتها ودي قدت نمو كبير جداً للصناعة زائد أن الصدرات زائدت بـ 2 مليون دولار فلما أجي نبص للنمو الصناعي نمى بكتر من 40% في آخر 3-4 شهور المؤشرات كلها إيجابية ومشية في الاتجاه الصح وإحنا حسنها في كل المؤشرات قانون الاستثمار القانون القديم المتجدد صياغة وصياغة بديلة ورفض ومشروع قانون ومساودة قانون يناقشها مجلس الوزراء ثم تذهب لنقش مجلس النواب إلى أين وصلنا في هذا الإطار وقانون الاستثمار في مخيلة وضعية سيادة الوزير يخاطب المستثمر الأجنبي ولا يغني المستثمر الموجود في مصر ليه زيادة حجم استثمارات قانون الاستثمار ما يركز فقط على المستثمار الأجنبي قانون الاستثمار بيخدم زيادة نسبة الاستثمار في مصر طبعاً بنفضل أنه ييجي نسبة استثمار خارجي أعلى قانون الاستثمار حالياً بنناقش في البرلمان وده شيء صحي أنه لازم يكون فيه نقش من كل المشاركين فيه عشان ما بقاش فيه أخطاء بعد كده نقدر نتلافاها من ناحية الصناعة مثلاً احنا حطينا في قانون الاستثمار حوافز معينة لصناعات معينة لأماكن معينة ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا هتشجعنا على ترشيد الوردات في خلال المرحلة الجاية ونموها وزائد تنمية الصعيد يعني حوافز الصعيد هتكون أعلى من الحوافز الأخرى لأنه دي منطقة احنا عايزين لنميه حديث البعض عن حضرتك باعتبارك وزير صناعة أكثر من كونك وزير تجارة باعتبار أن الصناعة ربما تشكل ركيزة أي نهضة لأي دولة والنماذج أكبر من أن تخصى النشاط الصناعي حضرتك وضعت أربع محاور للتنمية أربع محاور صناعية لخطة التنمية شاملة ما هي المعايير أو الاعتبارات التي وضعت لاختيار هذه الصناعات تحديدة؟ هي ده جزء من استراتيجات الصناعة هو بداية صحيح أن حضرتك وزير صناعة أكثر من تجارة؟ ولا إذا رأيك؟ أنا مسؤول عن ملفين كبار الاثنين مهمين الصناعة والتجارة الخارجية التجارة الخارجية لاسا فقط الاستيراد والتصدير لكن فيها اتفاقات دولية وفيها علاقات ما بين دول فالاثنين طبعا لهم أهمية وبيخدموا بعض عشان كده هم في وزارة واحدة استراتيجة الصناعة تم وضعها منذ فترة وتعملت لها تخديم لكل رجال أعمال وكل تحدي الصناعات والمصدرين وخلافه وتم تخدمها كمان لسيطرة استراتيجة الصناعة بتقوم بتقوم على تحليل الوردات اللي أنا أستوردها حاليا بتقوم على النمو السكاني نحن نعرض 92 مليون نسمة بعد 10 سنين هنبعى 102 بعد 5 سنين هنبعى 102 نحن عندنا 10 مليون نسمة زيادة دول بيحتاجوا شواء يعني بناء وتشييد بناء وسكان بيحتاجوا ملابس بيحتاجوا غذاء عشان كده التوسع للواحد ونصف مليون فدان والمايكانة بتاعتهم حتوفيد كتير بيحتاجوا الشياء كتير جدا زائد إيه هي الصناعات اللي أنا عايز عمقها في مصر أنا لما جاء بص على أنا قلت لك إحنا مثلا وفارنا 7 مليار دولار صدرات 7 مليار دولار صدرات لما جاء بص لكل المنتجات الأخرى اللي إحنا ممكن نوفرها بنكلم على 9 مليار وعنا وفرنا 7 منهم فضلنا 2 هنوفرهم ولكن المرحلة الجاية هتكون أصعب من الناحية دي لأنه هنبتج نخش في تعميق الصناعة وتعميق التصنيع المواد الخام والسالة الوسيطة اللي أنا بأجيبها من بره ودي تمثل حوالي 39% ده الفكر بتاع هذه الصناعة منها في صناعات ذات الجهازية للتصدير عندنا الصناعات بزعية عندنا حاصلات زرعية عندنا مواد بناء عندنا إنجينيرينج الهندسية عندنا غزن ونسيج وخلافهم في بعض الصناعات إلى حد كبير معمقة زي مثلا الصناعات الفزائية فمن هنا بعد التحليل في أربع صناعات أساسية عايزين نركز عليها أكتر في خلال الفترة الجاية فإحنا بنبص عليه بنبص على حزمة عامة لكل الصناعات لأنه ما درش مش معنى بقول أنه نبكز على صناعي يعني بهم الصناعة أخرى لا، ففيه حزمة عامة بتساعد كل الصناعات الحزمة العامة دي داخل فيها حزمة تشريعية مثلا قانون الترخيص اللي توفع عليه في البرلمان ده بيخدم كل صناعة قوانين قانون سلامة الرغزاء قانون شركة الشخص الواحد كل التشريعات برنامج برنامج رد الأعباء للصادرات ده كل ده بيخدم كل صناعات الأراضي الصناعية وتوفرها بسعر أولي ده بيخدم كل صناعات ففيه حزمة عامة بتخدم كل صناعات تجمعات صناعية زاريوبيكي وضمياط ومرغم المصانع البلاستيك دي كلها بتخدم سيكتورز معينة من الصناعات وإحنا بنتوسع في هذه المنظومة سيدة الوزير عفوا الحديث حضرتك عن صناعة الغزل والنسيك تحديدا فتح الباب أمام تساؤلات هل هناك رغبة من الدولة الدولة مجملها أن تعيد مرة أخرى الهايبة لهذه الصناعة لأنها ما صدر من أفكار على مدى سنوات طويلة على مدى الأقد الأخير بأنها صناعة أثقلت كاهلة الدولة بأعباء كبيرة وبأن أصلا زراعة الأقطان في مصر لم تعد محل اعتبار بما يكفي وبالتالي لماذا الحديث عن صناعة الغزل والنسيك في هذه المنظومة أحجاب عليك بس لازم أخلص إجابة السؤال أولاني اللي أنت سألتني فمن هنا أدي الحزمة اللي احنا بنوفرها لكل صناعات بديجي بعد كده حزمة انتقائية تخلى على صناعات محددة بعينها زي صناعات الهندسية زي الغزل والنسيك زي مواد البناء بنركز فيهم ببرامج محددة يعني عاملين مثلا استراتيجية صناعات المركبات تجزء من الهندسية دي عشان أبتدي قاوم صناعة معينة بعينها لأن احنا شايفين الليها بعد استراتيجي كبير مساندة هذه الصادرات لأفريقيا احنا بندي مثلا مساندة معينة للشحن الأفريقيا وهكذا فهتلاقي الاربع صناعات اللي أنا بتكلم عليهم دول هيكون فيهم تركيز أكبر من ناحية التشريعية ومن ناحية جذب الاستثمارات الاربع صناعات دول جزء كبير منهم هتلاقيهم موجودين في قانون الاستثمار لأن دي الصناعات اللي أنا عايز أكذبها أرجع لسؤالك التاني اللي هو الخاص بالغاز بنسيك الغاز بنسيك واحدة من الصناعات الهامة جدا لمصر ليه؟ لأن دي الصناعة الوحيدة اللي أنا عندي فيها اسم كل الناس بتعمل صناعات كيموية كل الناس بتعمل صناعات أخرى الغاز بنسيك عندي حاجة اسمها القطن المصلي القطن المصلي إلى حد كبير جدا اسمه معروف في العالم وقمته معروفة في العالم اللي حصل في خلال الفترة الفاتة دي يمكن لم يتم التركيز على صناعة الغاز بنسيك غاز بنسيك صناعة مؤقتة لأنها بتدق من أول زراعة القطن وجودته إلى المحالج إلى الغزل إلى النسيج إلى الصباغة إلى ملابس الجهزة فهي سكتورز عديدة يمكن في خلال الكذا السنة اللي فاتت بنقصت مساحة الأرض المنزارعة وصلنا يمكن السنة اللي فاتت لحدود بس 130 ألف فدان ده رقم قليل جدا وفي نفس الوقت ما كانش بيتم الصرف الكافي على تحسين الجودة بتاعت بزرة القطن عشان نظر نحفظ عليها على نفس المستوى وكان فيه استراد طبعا قطن قصير التيلة اللي احنا ما بتجوش بالشكل الكافي احنا دلاتي بنشتغل موزار الزراعة ان شاء الله السنة دي احنا بنكلم بها أكتر بين 220 ألف فدان حيتزرعوا قطن طويل التيلة فيه رغبة كبيرة كمان فيه من بعض الدول انها هي تحرك صناعة الغاز بنسيك خارج بلدها لأسباب اقتصادية وده اللي احنا بنحاول نكذبه منها الصين بنكلم على زراعة قطن قصير التيلة في السعيد بزيادة بكمية أكبر لانه ده له سوق وده له سوق وده له سعر وده له سعر الصناعة الغاز بنسيك ليه هي من الصلاعات الاستراتيجية زي ما بقولك عندي اسم قطن مصري عندي صناعة كويسة انا بصدر ناردة اكتر من 3 مليار دولار غاز بنسيك صناعة كتيفة الأعمالة بتشغل عدد كبير واحنا محتاجين الصناعات اللي بتشغل عدد كبير وعندي ميزة فيها عن أي بلد تاني الحديث عن الصعيد وتنمية الصعيد وضخ الدماء الصناعية إذا جازت تعبش في بعض مناطق الصعيد كان يمكن فهم تنمية الصعيد من خلال الاستثمار في البناء التحتية وتهيئة الطرق المناسبة الارتقاء بحياة المواطن في الصعيد وفقط لكن أن تذهب المسألة لأن يكون هناك استراتيجية متكاملة لتنمية الصعيد صناعيا لماذا؟ أي استراتيجية في الدنيا لازم تكون استراتيجية متكاملة متقدرش تمشي الجزء فيها نحن يمكن نتكلمنا عن الصعيد كتير وتعامل شغلة كتير من الوزرات السابقة يمكن الدولاتي بنحاول نعمل شيء إلى حد كبير متكامل القرار بتاع سيادت رئيس إن إحنا ننشئ هيئة من الصعيد ده حاجة رائعة لأن هي بتضم أو بتعمل تنسيق لكل المجهودات لأنه ما هيش الصناعة بس أنا بشتغل في الصناعة الزراعة عامل كبير جداً مليون ونصف في الدانا كلهم في الصعيد التجارة كل الوزراء الأخرين كل واحد له جزء في هذه الاستراتيجية بالنسبة للصناعة إحنا في مشاكل في البنية تحتية إحنا بنشتغل فيها يعني في قرد مثلاً 500 مليون ده حيبقى فيه جزء بنية تحتية وحيبقى فيه جزء صناعة ده بنتعاون مع وزارة التعاون الدولي والتبمين المحلية هنعمل فيه زي تطوير لأربع مناطق صناعية كبيرة في قنى وفي سهاج بنشتغل دولاتي رائب جداً إن شاء الله تسمع عن طرح المتين مصنع في كل المحافظة اللي سيادة رايس كلم عليهم ده للصناعات الصغيرة لكن زي ما أنا بتكلم عن الصناعات الصغيرة أنا محتاج إن أنا أجزب صناعات المتوسطة والكبيرة ودي لها من الأهمية زي الصناعات الصغيرة لأن الصانع الكبير أو المصانع الكبيرة والمتوسطة ما تدرش تعمل كل شيء لوحدها دي بيبقى وراها زي بنسميها فيدينج اندسس أو صناعات مغزية دي بتشغلي كل الصناعات الصغيرة دي مهمة جداً الشقة الثانية ودي موجودة في حوافظ قانون الاستثمار بالصناعة بالمكان الشقة الثانية واللي احنا نشتغلنا عليه وده يمكن أول مرة يتعمل الخريطة الاستثمارية الخريطة الاستثمارية احنا خلصناها للصعيد موجودة دولاتي على الويب سايد بتاع البزارة ومتعمل لها update على طول ايه فكرة الخريطة الاستثمارية النهاردة احنا ما كانش عندنا قبل هذه الخريطة معرفة واقعية بحجم المناطق الصناعية كم مصنع فيه انتاجه قد ايه كم عامل الصناعات المغزية لكل مصنع من دول احنا عملنا تيم اكتر من 25 فرد قعدوا اربع شهور لزاروا واشتغلوا في الصعيد بالكامل السبع محافظات اللي احنا حطناهم في الويب سايد بيروحوا بيرفاعوا منطق الصناعية بتشوفوا المصانع اللي شغالة بتشوف مدخلات الانتاج بتاعته لانه انا ديلك مثال صغير فيه منطقة مثلا فيه اكتر من 18 مصنع اساس المصانع دي لها مدخلات انتاج مثال غيره بيجيبه الغيره منين كله بيجيبه مصر مصامير بيجيبه مصامير منين كله بيجيبه من قاهرة طيب هل هذا الحجم يكفي فرصة استثمارية اه من هنا بنخلق هذه الفرص استثمارية فالهدف ان يكون فيه الى حد ما تكامل فيه سواء في المنطقة او في المحافظة او على مستوى الصعيد فالفرص الاستثمارية كلها جت بشكل واقعي من الكلام مع كل مصنع شغال فالنهاردة عندنا فكرة واضحة تماما عن كل المصانع الموجودة في الصعيد حجم انتاجها ايه المواد الخامل اللي بتستعملها بتجيبها منين مستوردة ولا محلية ولو محلية منين ايه الفرص الاستثمارية اللي احنا عايزين نعملها عشان نده نخلق هذا التكامل فدي خلصت لمحافظات الصعيد واحنا بدأنا نشتغل فيها على ان شاء الله على اغسطس ستكون مصر كلها عندنا خريطة استثمارية واضحة هذه الخريطة الصناعية بعد كده احنا بنتيها لوزارة السمار وزير الزراعة بيدي جزء الخريطة الزراعية وهكذا بحيث يكون عندنا خريطة استثمارية لمصر كلها طيب سياتي وزير العقبتان الاساسياتان البعض كان يتحدث عنهما تجاه استقبال استثمارات اجنبية قانون الاستثمار وازمة النقد الاجنبي قانون الاستثمار هو في طور الاعداد او ينتظر ان يرى النور قريبا وازمة النقد الاجنبي يفترض انها انتهت وتوفرت من خلال تحرير سعر الصرف ما الذي يتبقى من عقبات ولماذا وطيرة استقبال الاستثمارات الاجنبية ليست بالقدر المنتظر اني خلينا اقولك برضو حاجة لما تيجي تكلم كل المستثمرين قانون الاستثمار ما بيجيش واحد من اول خمسة يعني جميل ان يكون فيه استثمارات ان يكون فيه حوافز لكن مش ده العائق الاول للاستثمارات العائق الاكبر للاستثمارات البوريقراطية واسلوب العمل في هذا البلد كمستثمر اجنبي لما يجيبص عليه مثال البوريقراطية مفرد ان القانون ينقيها او يتعامل معها على الوقت لا ما فيش قانون بينه البوريقراطية كلها البوريقراطية دي اتبنت على سنين فموجودة في حاجات كتيرة جدا مثل انا حدي كمثال على الخاص بالصناعة يعني ده اللي انا اقدر اتكلم عليه يعني مثال الترخيص الترخيص الصناعية انا نهاردة عايز اجي مستثمر اجنبي بابني مصنع البنك الدولي بيقول احنا بناخد 634 يوم ندي رخصة صناعة طب هل ده عايق للمستثمر هل ينفع المستثمر ان انا عاعد 634 يوم سنتين عشان ااخد رخصة عشان ابتدي اشتغل ده جزء من ما هو ده فلوس تأخير يعني فلوس ويعني عقبات بتتحط فيه طريق هذا الاستثمار عشان كده احنا عملنا قانون الترخيص الجديد اللي حينزل الكلام ده لأقل من شهر ليه لانه انا قانوني الحالي قبل ما القانون الجديد يصدر كل صناعة في مصر محتاجة موافقة مسبقة بغض النظر ان حجم المصنع يعني مصنع فيه عشر عمال لغزل ونسيج بعمله بنفس الطلبات زي ما انا بعمل مصنع فيه ستلاف عامل ماينفعش الصغير ما بيدرش عشان كده اتخلق حاجة اسمها قطع غير رسمي لان انا مش عايز ازهر في النور لما بزهر في النور انت بتحطيلي عقبات فالنهاردة هنحط ان شاء الله ثمانين في المية من الصناعات هتاخد الرخصة بالاختار الصناعات الخطرة اللي احنا حددناها دي اللي هتاخد رخصة بتصريح مسبق صناعات بترو كيميكالز صناعات لها تأثير سواء بيئي او من ناحية السلامة انا بدي ده كمثال فيه عقبات اخرى كتيرة احنا بنحاول نعملها من خلال ما يسمى تحسين من الناخ الاعمال او دون بسنس لان هي العملية ماش قانون واحد او او شيء واحد موضوع اكبر من كده وموضوع داخل فيه ثقافة فكر ودولة اللي تنمية الاستثمار والتصنيع اخيرا سيد الوزير لو وضعنا سقف زمني او تصور زمني يمتد لسنتين ما الذي ينتظر القطاع الصناعي في مصر او بيئة الاستثمار بشكل عام على مدى السنتين القادماتين بص احنا حطين حطين هدف على خمس سنين ولكن متأسم سنة سنة احنا على خمس سنين عايزين نوصل الى نمو ثمانية في المية نمو صناعي طيب ثمانية في المية انت ممكن تقولي طب ده ايه كويس وحش ليه مش عشر ليه مش ستة لو حقنا ثمانية في المية نمو صناعي هنكون من اعلى خمستاشة دولة في العالم في النمو صناعي ده حاجة مهمة اللي احنا نعرفها عايزين نقل نزود حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بعشر في المية اكتر من اللي هي موجودة في حاليا عايزين نقل للعجز من زين التجاري بخمسين في المية وده يعني ايه يعني تقليل وردات او زيادة الصدرات او الاتنين وفي نفس الوقت في التدريب اللي هي اهداف التدريب المهني كل اللي احنا بنستثمره حاليا في الصناعة بكل اثره بيبتدي يزيد سنة ورا سنة يعني احنا السنة دي مثلا الفين وستاشر نزلنا الاراضي الصناعية جوز جبير من عايق الصناعة كل ناس كتعايزة اراضي صناعية ومش لايه اراضي صناعية او لقيها غالية جدا احنا مفروض كدول احنا مش منتاجر في الاراضي ده بالعكس اتمنى ان انا اقدر ادي الاراضي ببلاش لكن يمكن في ظروف الاقصادية الحالية ما اقدرش اديها ببلاش فبعملها بالتكلفة على اقل شيء احنا في الفين وستاشر نزلنا احداشر مليون متر اراضي صناعية عشان ادي لك فكرة هالرقم ده كويس ولا لا احنا من الفين وسبعة لالفين وخمستاشر نزلنا تسعة ونص يعني في سنة واحدة نزلنا اكتر من اللي حصل في التسع سنين الماضية الحاجة الكويسة او الوحشة انه في كل ارض صناعية نزلناها جلنا عدد طلبات اكتر من حجم الارض فهو كويس من احد ان فيه طلب على الصناع وحش لانه لسه مش من الاحقين نلبي طلبات الصناع معنى هذا الكلام ايه معنى هذا الكلام انه فيه طلب كبير على الصناع النهاردة الناس بدأت تتحول من التجارة الى الصناع وده مهم جدا لاقتصاد البلد ده واقع ملموس تحول البعض من اشاطة تجارة اشاطة الصناع طبعا وموجودة فيه سكترز معينة يعني يعني فيه ناس كتيرة في صناعة الاساس تحولوا من هنا الهنا فيه الجلود فيه يعني سكترز كتير انا اعرفها بالتحديد كل مصنع بندي له موافقة صناعية النهاردة السنة جاي تأسيره بيبان المصنع بندي له موافقة السنة اللي فاتت تأسيره بنبديد ناخده السنة دي وهكذا فاحنا بنتوقع ان النمو صناعي ان شاء الله يزيد سنة عن سنة كان بودي ان يطول الحوار اكثر من ذلك لكن انا اعلى مرتبطات حضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا شكرا مصنع لحضرتكم ايضا على طيب ومتابعتكم كنتم معكم احمد ابو زي من البحر الميت بالاردن الى اللقاء